لكن هناك كثير في الغربال أمجاد يا عرب الحقيقة منديال قطر فعلا جدير بأننا نقول أمجاد يا عرب قطر تنظم بطولة نسخة استثنائية وعلى فكرة هي استثنائية حتى في توقيتها وفي التقص بتاعها كيس العالم دايما في الصيف في الجو الحار حتى لما تلعب في أمريكا كانت معاناة شديدة من الحار باستمرار في شهر خمسة وستة أن قطر تنقل البطولة للتقص الشتوي ولمنطقة الخليج والأول مرة على أرض عربية لا إحنا بصدد نسخة استثنائية بجد شوف هقول لك حاجة الناس كلها كانت مشفقة إزاي بلد حاجبها مش ضخم تعدادها مش ضخم تنظم هذا الحدث الذي يجمع العالم كله وأهم حدث رياضي مع دوراته للنبية على وجه الكون ويمكن متابعته بتبقى أحيانا أشد قطر السعادة قاس جدا من حيث المنشآت البنية التحتية ولكن أصعب شيء ودل كلنا متخفين منه القدرة البشرية على التعامل مع هذا الحدث الحمد لله رغم ما يحاوله البعض من إصارة قضايا تبدو حقوقية لكن جوهرها سياسي لإفشال وإفساد الفرحة والنظام وشكل قطر بصفة خاصة والعرب بصفة عامة وموضوع حقوق غريب الشأن ما فيهوش أي حاجة بتمسح حقوق الإنسان الحقيقية من المعاناة من التشريد من الحرب من التنكيل من الجوع كل ده سابوه وكلموا على المثلية أعتقد النهاردة دول كتير يعني الناس وأنا مش منهم اللي شمتانا مثلا في ألمانيا ألمانيا تبنت قضية وركزت فيها وشغلوا نفسهم فاتخطفوا وخرجوا هم مقفلين بقوهم اتخطفوا يعني أنت جاي تلعب المفروض هدفك رياضي صحيح بتتكلم في إيه وحولتها لإخناقة وش عارف إيه وتنقلها إلي أروقة السياسة والدبلوماسية لكن المشهد العام بقى إن المواطن القطري والمواطن العربي كيف تعامل مع هذه الحشود الأجنبية من كل أرجاء العالم تقريبا من كل القراط مؤكد تعامل بوده باحترام وتحضر وتحضر وتمسك بالهوية العربية والقيم الإسلامية تشوفها في الشوارع وهم بيتعاملوا مع كل الأجناس القيم الإسلامية والود واللطف والترحيب والناس مش حسب غربة درجة بقولك كثير من الوفود ارتدت الزي العربي التقليدي الغطرة والعقال والعقال والجلبية وكانوا شعاداء جداً إن هما نفرض بصمتنا العربية على أساد الضيوب بهذا الحب وهذا الود ثم تأتي الناحية الفنية أستاذ إبراهيم أنا مش هتكلم عن الاستادات وجمالها واستعداداتها والتنظيم لأنه اتعمل عليه بروفات كتير جداً وقيم عليه يعني أنا كنت ووقتها احنا لمسنا ده كأس العالم للأندية كان بروفا علشان التعامل مع هذه الحدث وغيره والبطولة العربية يعني كثير من الأحداث النحية الفنية أستاذ إبراهيم وإن كانت الفرق الكبرى لم تقدم المستويات المأمولة أو المتوقعة يعني لا ألمانيا هي ألمانيا ولا أنجلترا هي أنجلترا ولا أسبانيا أسبانيا بدأت بشكل مرعب وانتهت بشكل مؤسف ألمانيا بدأت بشكل معقول وانتهت بشكل مؤسف ثم شكل مؤسف حتى فوزا النهاردة على كوستاريكا اللي خسرت سبعة من أسبانيا بمعاناة كانت مغلوبة في لحظة ما ألمانيا خرجت دول عريقة خرجت أسبانيا كانت مهددة بالخروج النهاردة المغرب تتصدق